بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تطقون ولما بيّن الله عز وجل أحكام الصيام قتم الآية بقوله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون فالهدف الأسمى من الصيام تحقيق العبودية لله عز وجل وتحقيق التقوى حتى لا يظن الإنسان أنه إذا سئل عن الصيام يقول الصيام هو مجرد التوقف عن الطعام والشراب الكف عن الطعام والشراب لا يولد التقوى لأنه إذا كان التوقف أو الكف عن الطعام والشراب وبعض المفطرات يولد التقوى لكان أولئك الذين يعملون على تخسيس أجسادهم كلهم أطقياء يعني الرجيم بيصير عامل من عوامل التقوى ولكن الواقع والحقيقة هو غير ذلك الله تبارك وتعالى فرض الصيام من أجل أن يرتبط الإنسان في أيام شهر رمضان بعالم السماء بعالم الملكوت بعالم الله تبارك وتعالى فيأتمر هذا الإنسان المؤمن بأوامر الله وينتهي عن نواهيه ويترك الملذات من طعام وشراب وعلاقات زوجية وكل هذه المفطرات لأجل الله تبارك وتعالى فورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يحدث جابر بن عبد الله الأنصار قال يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام وردا من ليله وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر فقال جابر يا رسول الله ما أحسن هذا الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا جابر ما أشد هذه الشروط يعني صح الحديث جميل ولطيف لكن هذه الشروط أيضا عظيمة وقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك وعدد أشياء غير ذلك قال ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك يعني ما تكون أيام شهر رمضان مثل غيرها لازم يكون الإنسان في هذا الشهر شهر رمضان متأثرا بأجواء شهر رمضان متعلق بأجواء شهر رمضان ليش؟ لأنه في حالة عبادي يعني الإنسان في كل في كل حركة حياته في هذا الشهر هو في طاعة الله وإذا أتينا إلى خطبة النبي في استقبال شهر رمضان والتي ينبغي علينا أن نتأملها وأن نتدبرها قال أمير المؤمنين علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطبنا ذات يوم يعني في بداية شهر رمضان فقال أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة أقبل إليكم مش عليكم يعني هذا جائزة من الله تبارك وتعالى هذه رحمة هذه من من الله وجاء حاملا معه هذا الشهر بركة وجاء حاملا معه رحمة وجاء حاملا معه مغفرة طيب من الذي يستقبل هذه البركات يستقبل هذه البركات من كانت لديه أوعية جاهزة لاستقبال هذا الشهر المبارك ويكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول شهر هو عند الله أفضل الشهور يعني أفضل شهر من شهور السنة اطنعش هو شهر رمضان أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات يعني إذا الإنسان تأمل أنه أني بشهر رمضان عايش بأفضل شهر وبأفضل أيام وبأفضل ليالي وبأفضل ساعات شو هو الفضل فيهن هودي الفضل أنهم أيام وساعات ليالي وشهر كله بركة ورحمة ومغفرة وأيضا هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله يعني الله تبارك وتعالى يستقبلنا في هذا الشهر في ضيافته أنت بأيام شهر رمضان في ضيافة الله شوفوا إذا واحد استضافوا صديق كريم هذا شو بيعمل لكرمه بدوا يستضيفوا مثلا على غداء أو على عشاء بيقوم بضيفته بيكرموا كذا ولما بيشوف هيدا المدعو الضيافة والكرم بيقعد يتشكروا للمضيف بيقولوا يا عمي أنا خجلتني بكرمك وبتحسني ضيافتك وكذا لكن هيدا الذي استضاف صديقه شو استضافوا على وجب الطعام استضافوا على حلويات على فواكه على عصائر تنتهي الضيافة والسلام عليكم لكن ضيافة الله تبارك وتعالى هذه الضيافة لا تنتهي هذه ضيافة فيها رحمة وفيها بركة وفيها مغفرة هذه الضيافة تمتد في الحياة من الأرض إلى السماء وتمتد مع الإنسان إلى ما تحت الأرض يعني عند الوفاة ويوم العرض على الله تبارك وتعالى ويوم النشور لذلك الإنسان عليه أن يهتم ليكون لائقا بضيافة الله طيب هذه الضيافة شو بعد في معها وجعلتم فيه من أهل كرامة الله يعني هود الناس اللي الله بده يكرمهم كيف بده يكرمهم طيب أني لو لو دعاني إلى ضيافته أعظم رجل في هذه الدنيا أعظم إنسان في هذه الدنيا رح يقدر يعمل لي لأ الله تبارك وتعالى بده يعمل لي شو هني أنفاسكم فيه تسبيح رح يجعل لي أنفاسي تسبيح رح يجعل لي نومي فيه عبادة شوفوا الله تبارك وتعالى كيف بده يكرمني أنفاسكم نومي فيه تسبيح يعني كل شهيق وزفير الإنسان بيأخده هذا تسبيح عند الله الله عم يكتب له تسبيح ونومكم فيه عبادة النوم الطبيعي يعني بعض الناس بفكروا أنه والله ما زال النوم عبادة ضليني نايم 24-24 لا أنه والله بفيقوني شوي على الصلاة بفيقوني على الوفطار لا مش هيدا المقصود نومكم فيه عبادة يعني النوم اللي بينامه الإنسان النوم الطبيعي أي ساعة بينام بالليل وأي ساعة بيصحى هذا النوم عبادة حتى النوم في النهار بعض الساعات عبادة نومكم فيه عبادة أنت نايم عم يتسجلك أنك أنت فيه عبادة الله وعملكم فيه مقبول عمل أنت عم تقوم فيه صدقة عم تقوم فيها إحسان مساعدي عون للفقراء للمساكين هذا العمل مقبول دعاؤكم فيه مستجاب فأكثر من الدعاء في شهر رمضان فاسألوا الله ربكم بشارة شوه بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه لاحظوا هون عمول أن يوفقكم لصيامه يعني الإنسان عليه أن يسعى إذا عنده أي مشكلة قبل شهر رمضان يروح يضبط حاله ووضعه الصحي لحتى يتوفأ للصيام لأن الصيام توفيق من الله تبارك وتعالى فلازم ندعي الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامه وأيضا أن نوفق لتلاوة كتابه كمان هذا أنه واحد يقرأ القرآن بشهر رمضان هذا توفيق إليه ليش لأن الآي في شهر رمضان لها أجر من قرأ القرآن في غيره من الشهور فإن الشقية إن الشقية من حرم غفران الله في هذا الشهر يعني يا ويلو هيدا الإنسان اللي بيضيع عليه شهر رمضان وبيهرب من صيام شهر رمضان فهون الإنسان عليه أن يغتنم شهر رمضان لا أن يفر من شهر رمضان واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشة الإنسان لما بجوع بأيام شهر رمضان أو بيعطش مع العلم أنه بهيد الأيام في جوع وعطش يعني على كل أحوال إذا جاع الإنسان خليه يتذكر موقف يوم القيامة أنه هونيكي مش موعود بإفطار هونيكي الوقفي يعني الإنسان إذا جاع بأيام شهر رمضان وعطش بيقولي يلا كم ساعة وبصير في عندي طعام وشراب لكن في ذاك الموقف ما بيعرف أداش الإنسان بده يوقف أداش بده جوع وأداش بده يعطش لكن خليه تذكر بالجوع والعطش ذاك الموقف فالله تبارك وتعالى إذا تذكر الإنسان وهو صائم جوع يوم القيامة وعطش يوم القيامة الله ينجيه من هذا الجوع ومن هذا العطش وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم يكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر أن الإنسان عليه أن يتصدق على الفقراء والمساكين وبحقيقة وبصراحة نحن عم نشوف بحمد الله تبارك وتعالى كثير من الناس ومن الجمعيات ومن المؤسسات تتصدق على الفقراء والمساكين كثير جيد وجميل هذا المنظر التعاوني والتكافلي أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة على الفقراء والمساكين يعني اليوم نحن بهذه الضائقة الاقتصادية والمالية كثير من الناس محتاجين خلينا نشوف حاجات الناس ونسعى على توفيرها ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَوَقِّرُوا محتاجين ببيتنا اللي هن أولادنا نرحمهن بشهر رمضان لأنه هذا شهر الرحمة ومن لا يرحم لا يرحم ومرّة بكونوا صغارنا أيضا موجودين في دور للايتام يعني كذلك الأمر خلينا الروح نرحمهم في هذه أيام أيام شهر رمضان يعني نزورهم في مؤسساتهم نقدم لهم هدايا نقدم لهم عيديات نقدم لهم ما يساعدهم على تعليمهم وأيضا النبي يقول وصلوا أرحامكم بهيدا الشهر في تأكيد على صلة الرحم عندما كان إنسان مثلا زعلان هو بعض أرحامه يغتنم فرصة شهر رمضان ويروح يوصل أرحامه بهيدا الشهر يزور أقاربه ما يضل على قطيعة وحفظوا ألسنتكم هون بلش النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم بعلمنا على صوم الجوارح وهون بقصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مارئ بأحد أزقة المدينة وبشوف امرأة تشتم جاريتها قال ائتوها بالطعام قالت يا رسول الله أنا صائمة قال كيف تكونين صائمة وأنت تشتمين جاريتك طيب هون شو عم بقول من شروط الصيام أنه الإنسان يحفظ لسينه لذلك قال واحفظوا ألسنتكم وغضوا عن ما لا يحل النظر إليه أبصاركم يعني خلينا نصوم بأعيننا عن المحرمات مرة من شوف محرمات عبر الواقع بالشارع اللي نحنا نمرؤ فيه ومرة من شوف المحرمات على التلفاز من خلال أفلام مسلسلات ومرة من شوف عبر الوسائل المحمول بين إيدينا فعلى الإنسان أن يكون صائم ليس فقط عن الطعام والشراب أيضا عن النظر إلى ما حرم الله عليه وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم هون صوم الأذن صوم الأذن بد يكون عن استماع الغناء المحرم بد يكون عن استماع الغيبي عن استماع النميمي عن استماع الفتني عن التجسس هذا كل ييتها الإنسان بده يمر حاله على أنه يصوم حتى يوصل للتقوى إن الغاي الأساس من الصيام التقوى إذا ما رسم ما يقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا وين بيكون عم يوصل عم يوصل لتحقيق الغاي اللي فرض من أجلها الصيام ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم يعني هون الإنسان يفترض أنه يفعل فيه الحنان والرأف والعطف ويشعر بالأيتام الموجودين في المجتمع موجودين في المؤسسات أنه يتحنن على هؤلاء الأيتام مع حفظ كرامتهم أنه يشوف شو هن بحاجة إلو يزورهم أو يرسل إليهم مثلا تبرع أو تكفل والله باحد بشهر رمضان يقول أني خلاص بكل شهر رمضان بدي يدفع كفالات للأيتام حتى يكون هون من الذين ينالون هذه البركات اللي الله تبارك وتعالى كتبها للصائمين في شهر رمضان وتوبوا إلى الله من ذنوبكم شوفوا هذا الزمان زمان شهر رمضان هو فرصة ليتوب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى من ذنوبه وارفعوا إليه إلى الله تبارك وتعالى أيديكم بالدعاء بأي وقت كتير يعني مهم في أوقات صلواتكم فإنها أفضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويعطيهم إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه أيها الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكمل يخاطبنا إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم استغفار مهم جدا يعني الإنسان يشغل نفسه إذا كان سيكت بشهر رمضان باستغفار الله تبارك وتعالى وظهوركم ثقيلة من أوزاركم طيب كلنا حاملين أوزار وقدش الإنسان يثقل ظهره بالأوزار فخففوا عنها بطول سجودكم لما بتروحوا للصلاة وبتسجدوا ما تكون يعني ما يكون سجودكم سريع واحد ينقر السجود كنقر الغراب يعني يأخذ الغراب يأخذ الحب ويرفع رأسه مباشرة لا يطيل في سجوده وهو في الصلاة وخصوصا في شهر رمضان الله تبارك وتعالى يخفف عنه الأوزار التي يحملها واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين يعني هيد الجائز من الله تبارك وتعالى فيها قسم من الله تبارك وتعالى أنه ما يعذب المصلين والساجدين وأن لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين إذن أيضا هون الإنسان عليه دائما أنه يعتمد على ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل أن يكسب هذه البركات النازلة من السماء في عنا كتير مجالات فتحة أمامنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه المجالات يقول أيها الناس من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عطق نسمة يعني بعزم والله جاري بعزم أرحامي بعزم خيي بعزم أرايبيني على الإفطار مقابل هذا عطق رقب ومغفرة لما مضى من ذنوبه قالوا يا رسول الله مثل هلأ بأي يامنا نحن مثلا قالوا يا رسول الله فليس كلنا يقدر على ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا النار ولو بشق طمرة يعني الباب مفتوح في هذا الشهر أمام الفقراء والأغنياء حتى يتصدقوا حتى من يتصدق عليه يعني حتى الفقير اللي بيأخذ صدقات مستحب له أيضا في هذا الشهر أن يتصدق اتقوا النار ولو بشق طمرة اتقوا النار ولو بشربة من ماء أيها الناس وهون الزبدي من حسن منكم في هذا الشهر خلقه يعني حاول أنه يطبق كل هذه التوصيات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مش والله بعصب وبيعمل مشكل وأقول اللهم أني صائم ما حدا يحكي مياه أني صائم لا هون من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه يعني المدير صاحب المؤسس صاحب المعمل خفف عن الموظفين في هذا الشهر الرجل يخفف عن زوجته في هذا الشهر عن أولاده يخفف الله عنه حسابه يوم يلقاه ومن كف فيه شره واحد عوض على المشاكل بس إكراما لشهر رمضان خلاص يقول أني هيدا الشهر ما بدي أعمل ولا مشكلة بدي كف شره عن الناس كف الله عنه غضبه يوم القيامة ومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقاه هون فيه تأكيد أيضا على إكرام اليتيم وإكرام اليتيم فيه أبواب كثيرة منها أنه يقدم له لباس في هذا الشهر يجب له تياب جديد يأكرمه مثلا بعيدية يأكرمه والله بأنه يدعي إلى الإفطار أو يحضر على مائدته هذه كلها من الأمور التي أوصى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر ومن قطع فيه رحمة هون يجينا للصعوبات هنا في تأكيد على صلة الرحم وفي نهي عن قطيعة الرحم من قطع فيه رحمة قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه ومن تطوع فيه بصلاة يعني صلى صلوات مستحبي كتب الله له براء من النار ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى سبعين فريضا فيما سواه من الشهور ومن أكثر فيه من الصلاة عليه اللهم صلي على محمد وآل محمد ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين يعني أخذ المسبحة أو لا مسبحة أو بعدد أو بلا عدد أن يصلي على محمد وآل محمد ومن تلى فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور يعني واحد بهذا الشهر عليه أن يقرأ القرآن ولكن أن يقرأ القرآن بتدبر وبفهم وبوعي مش المهم أني عجل بالقراءة لأختم مرتين وثلاثة بشهر رمضان نعم مستحب ختمية القرآن بشهر رمضان ولكن علينا أن نقرأ القرآن بتدبر وبفهم حتى نشوف الله شو بده مننا حتى نشوف الله شو عم يؤمرنا وشو عم ينهانا ثم يكمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة يلا سابقوا لحتى تفوتوا عليها إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عنكم وأبواب النيران مغلقا فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم ما يكون واحد مفتيح تعالي جهنم والشريطين بجيبته دغري فكهم هون الإمام علي عليه السلام سأل فقلت يا رسول الله ما أفضل الأعمال في هذا الشهر فقال يا أبا الحسن أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل يعني الإنسان مع صيامه مع ترك المفطرات عليه أن يبتعد عن ما حرم الله تبارك وتعالى عليه يعني ما يكون بهذا الشهر قاسي على زوجته على أولاده المرأة ما تكون قاسي على زوجها وعلى أولادها ما تكون متطلبة بهذا الشهر ما تدفع بزوجها إلى القلاق وإلى الغضب كذلك الأمر المسؤول عن مجموعة من الناس أنه ما يتصلت عليهم في هذا الشهر وأنه يرحمهم ويخفف عنهم وأن يبتعد الإنسان حتى وإن كان معذور عن الصيام أن يبتعد عن التجاهر بالإفطار أن يبتعد عن المحرمات في هذا الشهر مش ياخذ ذريعة أنه أني مني صائم أو مش واجب علي الصيام فحلال علي المحارم أو حلال علي أني أعمل المكرهات أو أذي الناس لا عليه أن يعيش حياة الصائمين حتى يكسب أجر شهر رمضان نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا في شهر رمضان وفي غيره من الشهور وفي أيام شهر رمضان وفي غيره من الأيام والليالي إنه على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر